مشاهدين لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية رامي بعد التحية ما هي التفاصيل الرئيسية في القضية التي تواجهها الإدارة العامة في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا ضد رئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرحبا رغدا بداية أريد أن أنوه فقط إلى أنه في هذه اللحظات غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر إقامته في نيوجيرسي متوجها إلى المطار حيث سيستقل طائرته الخاصة من هناك ويتوجه بعدها إلى ولاية جورجيا حيث سيقوم بتسليم نفسه في سجن مقاطعة فولتون في الولاية وسط إجراءات أمنية مشددة جدا في محيط السجن وأيضا بعد التظاهرات المحدودة المؤيدة له في محيط هذه المنطقة اليوم فقط سيقتصر الأمر على تسليم نفسه ودفع الكفالة حتى يتم إخلاء سبيله من سجن المقاطعة كما سيتم أيضا أخذ بصماته ولأول مرة سيتم تصويره الصورة الشهيرة التي تعرفون في الولايات المتحدة بالماكشوت وهي التي يتم تصويرها للموقوفين صورة من أمام الوجه وصورتين من جانبي الوجه هذه الصورة الشهيرة والتي يحمل فيها الموقوف أيضا رقم قضيته ستكون المرة الأولى التي يتم تصوير رئيس أمريكي سابق هذه الصورة في أي تهمة توجه إليك وستكون سابقة بالتأكيد على مستوى سهل الإعلامي وجه ترامب 13 تهمة من بينها الابتزاز ومن بينها المحاولة للتأثير على مسؤولين انتخابيين وأيضا محاولة تعطيل عملية ديمقراطية أيضا هناك محاولة العبث في نتائج الانتخابات وتزوير بعض الانتخابات الكلية أو ما تسمى الإلكترال كوليج تزوير بعض وتزييف بعض الأصوات بالإضافة إلى العبث في بعض المعدات والآلات الخاصة بفرز الأصوات كل هذه الاتهامات التي سيواجهها ترامب من المفترض في هذه المحاكمة والتي طلبت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني إليس أن تبدأ إجراءات هذه المحاكمة في الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل بدلا من مارس من عام 2024 وهذا كان الموعد المحدد سابقا للمحاكمة هي تطلب إذن تسريع الإجراءات ويبدو أنها تريد أن تمضي قدما وبسرعة في إجراءات هذه المحاكمة قدر الإمكان ترامب أيضا ليس متهما وحيدا في هذه القضية هناك ثمانية عشر متهما آخر تواجههم جميع المجتمعين حوالي واحدة وأربعين تهمة طيب رامي هل يؤثر توقيت المحاكمة المقررة في أكتوبر على إمكانية ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية في 2024؟ بدأ إجراءات المحاكمة لن يؤثر كثيرا فإجراءات التقاضي هنا عبارة عن مراحل متعددة هناك جلسات في البداية ستكون جلسة تلاوة الاتهامات مثل ما حدث في الثلاث قضايا السابقة لترامب بعد ذلك سيتم تحديد جلسات الاستماع إلى الشهود ثم بعد ذلك يكون هناك مجال لمرافعات الدفاع في جلسات أخرى ثم بعد ذلك في الجلسة الأخيرة ربما أو قبل الأخيرة الجلسة التي يتم فيها توجيه التهمة إلى ترامب أو تثبيت التهمة عليه دعينا نقول ذلك تثبيت التهمة عليه أي أنه يعتبر مذنبا في هذه التهمة هنا فقط في هذه المرحلة من التقاضي قد يمنع ترامب من الترشح لانتخابات ما إذا ثبتت عليه التهمة والتي سيليها بعد ذلك الجلسة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة من التقاضي وهي مرحلة إصدار الحكم عندها فقط سيكون هنا عند تثبيت التهمة فضلي طيب رامي كيف يقيم ترامب الاتهامات المواجهة إليها بأنها ناتجة عن تفوقه في استطلاعات الرأي وهل يوجد دليل يدعم هذا الادعاء؟ هو ليس هناك دليل دامغ بالتأكيد هي فقط قراءة للمشهد من جانب ترامب هو يرى أنه يتم تقصده بهذه القضايا وأنه ترامب المناسبة في الأربع محاكمات التي يتعرض لها أو التي يواجهها في أقل من خمسة شهور وجهت إليه إحدى وتسعون تهمة وهذا رقم كبير بالفعل هو يقول أن كل هذه الاتهامات اتهامات باطلة واتهامات مزيفة وأنها فقط من باب تصفية الحسابات السياسية ما بينه وما بين الإدارة الأمريكية وهو يفسر ذلك بأنه متقدم في استطلاعات الرأي على المرشحين الجمهوريين الآخرين لانتخابات الرئاسة 2024 وأن الإدارة الأمريكية ومن وصفهم بالدولة العميقة والحزب الديمقراطي يريدون أن يقصونه من السباق الرئاسي حتى لا يواجه في النهاية الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في انتخابات 2024 هذا هو فقط تصور ترامب عن القضية ولكن ليس هناك دليل ولكن بالتأكيد هناك دفوعات كثيرة لدى ترامب في هذه الاتهامات ولديه أكثر من فريق دفاع يترافع في أكثر من ولاية حيث أنه يواجه الاتهامات الإحدى وتسعون التي ذكرناها في أربع ولايات مختلفة ولذلك لديه أكثر من فريق دفاع وكل فريق يختص بقضية من هذه القضايا كنت معنا من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا